السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم عن كابسولات مسكن للألام وبسط العضلات تعالوا نتابع مع بعض ونشوف الفيديو ده قبل ما نشوف دواعي الاستعمال والأثار الجانبية ما تنساش تعمل الاشتراك في القناة واتفعل الجرس علشان يوصل لك كل جديد ولو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك وتعمل المشاركة للفيديو ما هي دواعي الاستعمال لدواء ريلاكسون يستخدم في علاج الألام أسفل الظهر كما يمكن أن يعالج ألام الأسنان بالإضافة لعلاج التهابات اللسم يستعمل الدواء كمسكن في حالات تمزق الأربطة كما يمكن أن يستخدم لمعالجة التواقات الرقبة الحادة بالإضافة لعلاج الألام الفقرات يقضي على إصابات عضلات والعزام كما يستعمل في حالات انزلاق الغدري في الفقرات بالإضافة لاستخدامه في إزالة التقلصات العضلية المصحوبة بألم حد يستعمل لمعالجة حالات تآكل الفقرات العنقية كما يمكن أن يعالج الشد العضلي والتواق المفاصل بإضافة إلى علاج الصداع الناتج عن التواطر العضلي ما هي الجرعة وطريقة الاستعمال؟ الجرعة المعتادة لبلغين هي 2 كابسولة 3 مرات يوميا ويلزم استشارة الطبيب المعالج قبل أخذ الدواء لمعرفة أوقات الجرعات اللازمة حسب حالة المريض ما هي الأسهار الجانبية؟ من المحتمل أن يكون هناك آلام في المعدة كما يمكن أن يسبب الشعور بالدوخة والدوار بالإضافة إلى الشعور بالغثاء قد يحدث أحيانا نقص وكلة الصفائح الدموية كما يمكن أن يحدث الشعور بالحكة والطفح الجلدي بالإضافة لأنه يمكن أن يسبب تغير في لون البول ما هي موانع استعمال الدواء ريلاكسون؟ يمنع تناول الدواء للأشخاص الذين يعانون من فرط الحساسية لأحدى مكونات الدواء أو أي مكون آخر من مكونات الدواء يحذر تناول الدواء للأشخاص الذين يعانون من اختلال في وظائف كابت عدم استعمال الدواء في مرحلة الحمل كما لا يمكن استخدامه في مرحلة الرضاعة الطبيعية لأن الدواء يمر في حليب الأم مما يؤدي إلى خطورة على حياة الطفل الرضيع لذا ينصح باستشارة الطبيب المعالج قبل أخذ الدواء خلال مرحلة الحمل والرضاعة الطبيعية ترجمة نانسي قنقر